الرقابة الإدارية يعني فيه إطلاق للمرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحقيقة لما قلني الاستراتيجية الوطنية على مرحلة الثالثة يبقى أنا كان عندي مرحلة أولى ومرحلة تاني مرحلة الثالثة دي من 2023 ل2030 رئيس الوزراء كان موجود أو شهد الاحتفالية بتاعة الرقابة الإدارية في اليوم العالم لمكافحة الفساد رئيس الرقابة الإدارية تفضل بكلام مهم جدا وقال نحن طوارنا أسلوب اختيار أعضاء الهيئة للاستفادة من الشباب ووقعت الرقابة اتفاقيتين تعاون مع وزارتين الشباب والرياضة والتعليم العالي رئيس الرقابة الإدارية قال أنه دعم الرئيس السيسي لاستقلال وتفعيل المؤسسات الرقابية دائم ومستمر في هذا الإطار واللوى عمر عادل قال أن البنية للمعلوماتية مشروع قومي تكلف أكثر من مليار جنيه وده الحاجة من الحاجات المبهجة يعني أنك أنت بتمصمم على محاربة الفساد من خلال منظومات معينة أو من خلال مراحل معينة عندك الاستراتيجية كانت في مرحلتها الأولى والاستراتيجية كانت في المرحلة الثانية وبعد ندخلين على الاستراتيجية بتاعة المرحلة الثالثة سبب أن تحضراتكم كان اللوى عمر عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية أكد أن مشروع تنفيذ أو تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية استلزم تطوير الهيكل التنظيمي واستحداث جهاز تكنولوجيا المعلومات وشدد اللوى عمر عادل على أن البنية المعلوماتية مشروع قومي ضخم تكلف أكثر من مليار جنيه لدعم متخذ القرار بالمؤشرات الدقيقة وحرصنا على تطوير قدرات الكوادر الرقابة الإدارية وقعت 25 مذكر التفاهم مع الأجهزة المناظرة والجامعات المتخصصة في مجالات عمل الهيئة وأطلقت برنامج لمنح الماجلسي والدكتوراه كأول شهادة علمية متخصصة في هذا الشأن لصالح العاملين بالهيئة والجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص شكرا لرقابة الإدارية على إطلاقها ومرحلة التالتة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 يعني سبع سنين الجايين بإذن الله